اشتركوا في القناة ومركزية لحجز المواعيد لمراكز الخدمة الحكومية للخدمات التي تتطلب الحضور الشخصية وبين الرئيس التنفيذي بأن نظام وتطبيق مواعيد يأتي في إطار توجيهات الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتنفيذا لأولويات برنامج الحكومة 2023-2026 بدعم الجهود الرامية إلى رقمنة الخدمات والمعاملات الحكومية وجعلها إلكترونية بشكل شامل وتنفيذا لقرارات اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية وأضاف القائد أن نظام عملت على تنفيذه وزارة الداخلية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وقد تم إطلاقه بصورة تجربية خلال شهر نوفمبر من العام الماضي وأكد أنه من أبرز مزايا تطبيق مواعيد دعم للغتين العربية والإنجليزية مع إمكانية عرض قائمة الجهات الحكومية والخدمات التابعة لها لحجز المواعيد وإدارتها بسهولة من أي مكان وفي أي وقت دون انتظار وفيما يتعلق بالإحصائيات المسجلة لدى الهيئة بشأن أداء تطبيق مواعيد منذ إطلاق النسخة التجربية منه فقد بيّن القائد بأن عدد مرات تحميل التطبيق قد بلغت 9679 مرة كما بلغ إجمالي عدد طلبات حجز المواعيد أكثر من 50 ألف طلب